اشتركوا في القناة ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لا يسعدني كثيرا أن أكتب إلى جلالتكم للتعبير عن أخلص التهاني وأطيب التبركات بمناسبة تشريف جلالتكم حفلة مراسم افتتاح دور الإنعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى وبما يؤكد الاهتمام البالغ من جلالتكم على الاستمرار في دعم وتعزيز دور السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية في بلدنا العزيز وإنه لمن دواعي اعتزازنا أن نعرب لجلالتكم عن تقديرنا لما تضمنته الكلمة السامية التي ألقيتموها جلالتكم في هذه المناسبة الوطنية والتي حددتم فيها أطر العمل الوطني للمرحلة المقبلة استكمالا وتواصلا للنهج الحكيم الذي رسمتموه جلالتكم للنهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة في كافة المجالات وبما يعزز الدور الحضاري لمملكة البحرين ويكفل في الجانب الآخر الحياة الحرة الكريمة للمواطن البحريني ومن جانبنا يا صاحب الجلالة فإننا نود التأكيد على استعدادنا التام للتشرف والاعتزاز بتحمل مسؤولية العمل الوطني في تنفيذ وتحقيق تطلعاتكم السامية ورؤاكم الهادفة وطموحاتكم النبيلة والتي تسعى إلى رفع المستوى المعيشي ورفاه المواطن وتحقيق المزيد من التقدم والنماء لبلدنا الغالي دعينا المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم وأن يسبغ عليكم منفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء في بلدنا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء